السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح درس القياسات المتدرجة من منهج الرياضيات الجديد للصف الرابع الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد الدرس السابع القياسات المتدرجة استكشف صيح الحقيقة الرياضية بالعدل الذي يكمل الفراغ هنا عندنا 6.48 فنوصلها بالـ 8 فنقول 6 في 8 بـ 48 فنوصلها بالـ 8 طيب رقم به 8.72 يبقى نوصلها بالـ 9 8 في 9 بـ 72 بعد كده عندنا رقم جيم 4 نقاط 44 فنقول 4 في 11 بـ 44 فنوصلها بـ 11 بعد كده عن مخطط التمسيل البياني بالنقاط مخطط التمسيل البياني بالنقاط قام معلم بجمع بيانات حول أوقات مجموعة من المتسابقين بالدقائق في جدول التالي فعندنا المتسابق الأول الوقت بالدقائق 6 الثاني 8 الثالث 2 الرابع 6 الخامس 10 السادس 6 السابع 8 الثامن 10 قال لك يمكن تمسيل هذه البيانات باستخدام مخطط التمسيل بالنقاط كما كالآتب فعندنا هنا العنوان أوقات المتسابقين يبقى العنوان بتاعنا اسمه أوقات المتسابقين فهنا عندنا مفتاح X يمثل متسابق واحد المفتاح X يمثل متسابق واحد وبالنسبة لمقياس التدرج عندنا دقيقتين يبقى نقوله 2 4 6 8 10 يبقى نمشي نظام دقيقتين من قياس التدرج نظام دقيقتين مضاعفات العدد 2 فهنا عندنا عدد دقائق 2 عندنا متسابق واحد فهنا عملنا علامة X واحدة طيب بالنسبة ليه الوقت بالدقائق 6 دقائق هنا نعده المتسابقين اللي عملوا 6 دقائق فنقوله 1, 2, 3 فعملنا 3 علامات X طيب بالنسبة للوقت 8 دقائق المتسابقين اللي عملوا 8 دقائق عندنا أده 1 أده 2 فنعمل علامتين X طيب 10 دقائق نعده المتسابقين اللي عملوا 10 دقائق فعندنا أده 1, 2 فنعمل علامتين X فوق 10 دقائق طيب هنا أقول لك من الرسم يلاحظ أن أقصى الأوقات تقرارا بين المتسابقين هو إيه العدد 6 دقائق اتكرر معنا 3 مرات فبعدد المتسابقين الذين استغرقوا 10 دقائق هو كام 2 متسابق إذا استغرقوا 10 دقائق من الرسم 2 فنكتب هنا 2 متسابق تدريب 1 البيانات الآتية تمثل كتل 40 تلميذ في الصف الرابع لابتداء بالكيلو جرام ارسم مخطط التمسيل البياني ثم أجب عما يأتي فهنا عندينا العنوان فنقوله كتل التلميذ بالكيلو جرام يبقى العنوان كتل التلميذ بالكيلو جرام مقياس التدرج فهنا عندنا كتل التلميذ أكبر قيمة عندنا 36 وأقل قيمة 20 يبقى نبدأ به 20 وبعدد نزود 2 يبقى هنا مقياس التدرج نكتب هنا 2 كيلو مقياس التدرج 2 كيلو جرام بعد كده نبدأ التدرج هنا بعشرين بعدك نقوله 22 24 26 28 30 32 34 36 38 المفتاح X يمثل تلميذ واحد المفتاح X يمثل تلميذ بعد كده نرسم التمثيل البياني بالنقاط فهنا عندنا 20 كيلو عن عدة تلميذ اللي كتل الوزنهم اللي كتلتهم 20 كيلو فنقوله ده واحد 2 يبقى نعمل هنا فوق العشرين نعمل 2X بعد كده الكتلة 22 هنا لا فيش كتلة 22 وعشرين الكتلة 24 انا نقوله ادي واحد ادي اتنين ادي ادي تلاتة ادي اربعة يبقى نعمل اربعة X على كتلة 24 طيب بعدك ايه كتلة 26 يبقى كتلة 26 ما فيش بعدك كتلة 28 نعده للاعادة تلميذ اللي كتلتهم 28 فنقوله ادي واحد ادي اتنين ادي 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 اربعة يبقى عندي كتلة 28 نعمل اربعة X بعدك كتلة 30 نعده على التلميذ اللي كتلتهم 30 350 فنقوله ادي 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 يبقى نعمل 3 X فوق هنا كتلة 30 نعمل 3 اdzie بعدك اربعة وتلاتين نقوله اد واحد يبقى 1 اربعة وتلاتين واحد نعمل اكس واحدة فوق الاربعة وتلاتين بالنسبة للستة وتلاتين نعده مع بعض نقوله اد واحد اتنين اكس بعد كده يقول لي ما مجموعة التلاميذ الذين قتلتهم 28 كيلو جرام و 30 كيلو جرام معا يبا مجموحهم كم مجموحهم 7 تلاميذ طيب كم يزيد على التلاميذ الذين قتلتهم 36 عن 26 كيلو جرام يبا يزيد كم يزيد عنهم 2 فنكتب هنا 2 القياسات المتدرجة فين عندنا الاستوانة المدرجة الاستوانة المدرجة هي اداة لقياس حجم السوائل يبا الاستوانة المدرجة اداة لقياس حجم السوائل بتكون مدرجة من سفر الى ميت ملي يبا الاستوانة المدرجة اداة لقياس حجم السوائل وبتكون مدرجة من 0 إلى 100 ملي والأرقام المدرجة المكتوبة عليها بتكون بالعد بالقفز بمقدار 10 يبقى الأرقام المكتوبة عليها بتكون بالعد بالقفز بمقدار 10 فهنا عندنا العنوان أحجام المخابير المدرجة مقياس التدريج يساوي 5 أو 10 ملي لترات المقياس التدريج يكون 5 أو 10 ملي مترات فعندنا تدريب 4 يقول لك اكتب القياسات الآتية كما بالمثال فعندنا اول مثال هنا الحجم 28 ملي يبال السائل ينتهي عند تدريج 28 ملي رقم ألف عندنا هنا السائل بينتهي عند 90 ملي فنكتب هنا 90 ملي رقم B حجم السائل ينتهي عند 20 ملي فنقول هنا 20 ملي طب رقم J هنا السائل بينتهي عند 50 ملي فنحن الحجم نقول لك 50 ملي رقم D الحجم هنا ينتهي عند 100 ملي فنكتب هنا 100 ملي رقم H الحجم ينتهي عند 10 فنكتب هنا عشرة ملي رقم وال السائل بينتهي عند تمانين نكتب هنا الحجم تمانين ملي رقم زي حجم السائل رقم زي السائل هنا بينتهي عند سابعين ملي فنكتب هنا الحجم سابعين ملي وكده يكون وصلنا معكم نهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته